موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية الآن أنا من وجهة نظر الشخصية وأتمنى أن تشاركنا برايك في خانة التعليقات المحتوى المرئي جزء لا يتجزء من الأنظمة الصوتية يعني إذا انتخذ هذه الشاشة لازم من وجهة نظر الشخصية يجب أن يكون لديك مسرح منزلي أو ساوند بار في عالم الساوند بار لسعار مختلفة تماما وفي عالم الفئة الاقتصادية كنت دائماً أبداً أرشح للناس اللي يسألوني عن يمها 207 و 209 لكن اليوم عندي منتج أعتقد أنه تفوق بدرجة جداً كبيرة مقابل السعر جربت لفترة جداً طويلة وحابة أترك التفاصيل والروابط في خانة وصفه وحابة أتكلم عنه ومراحظات اللي لقيتها لكن الصراحة أشوف بشكل عام أنه أدى أداء ممتاز جداً عموماً خليناً نمشي حبة حبة 1399 سنيات سعودي مقابل إيش تأخذ ساوند بار والسبوفر واللي يباع بشكل منفصل في عدد من الشركات مثلاً بوز وأيضاً ريموت بطارية كتيبات وجهاز لوصل السماعات الخلفية بشكل سلكي هذا ما يعرف باسم الأمبلفاير فبالتالي هذا رح يعطيك كل شيء أنت تبغى لإنشاء مو بس ساوند بار وأنظمة صوتي لا بل أيضاً يشمل المسرح المنزلي فبالتالي كمواطبات هو عبارة عن 600 واط خمسة فرصة واحد خمسة قنوات صوتية ويدعم لك ويدعم لك البلوتوث وأيضاً يدعم لك دي تي اس الآن هذا الساوند بار ما يدعم الدوبياتموس كنت أتمنى لكن مقابل السعر أشوفه ما هو بالدرجة كبيرة وخاصة أن الدوبياتموس فكرة نفس فكرة أنك تسوي المسرح المنزلي فما هو بالشيء بالدرجة الكبيرة طريقة وصلة وضبطة وإعدادة سهلة جداً غالبيتها من الأسلاك عندك الساوند بار تشبكه في الجهة الخلفية بالسلك مع الساوند بوفر والساوند بوفر يحمل كل المنافذ والتي للأمانة تمنيت أن الـ HDMI الذي يدعم فقط الـ ARC وليس الـ ARC يكون موجود بنفس الساوند بار لكن وصلت وكانت عملية الإعداد والضبط الصراحة للأمانة سهلة جداً واستخدام الريموت يعطيك الأنظمة الصوتية والقنوات الصوتية ووضعيات الصوتية وغيرها والتحويل بين الـ USB والبلوتوث وغيرها ربطتها بشاشة السوني AATJ وبدأت أجرب وأستخدمها أولاً كجود التصنيع بلاستيك بلاستيك يعني بلاستيك خاصة السماعات الخلفية يريدك تربطها صح إذا كانت عندك أطفال من هذا الأمور أو صح أنك تحطها في مكان آمن أو تعلقها المهم لا تخليها عند الأطفال لأنه سهلة جداً تندف وطيح ذي اللوز جربتها وجربناها في عدد من الأفلام وغيرها من هذا الأمانة كأداء مقابل السير أشوفها جيدة جداً ليس الأفضل بكل تأكيد لكنه مقابل السير أشوفها جيد جداً رفعت الصوت إلى فوق 60-70% أموري كانت في السيرين لا أحسنت أنه يوجد توجيع الصوت للأمانة كان ممتاز تماماً مقابل السير الحوارات كانت ممتازة وأيضاً البيس ومضخم الأكشن والموسيقى والهيب هاب وغيره كانت جداً حاضرة الآن أرجع وقول لازم أرفع الصوت إلى 60-70% عادةً في الساوند بار ما أرفع فوق الأربعين بسبب الصوت العالي لكن هنا لاحظت أنه لازم أرفع 60-70% عشان أحصل على الترجمة السينمائية اللي أنا أبغاها فهذه ملاحظاتي لهذا الساوند بار هل يستحقق؟ نعم إذا أنت تبغى مسرح منزلي متكامل ولكمان لوجه لا بسعر الفئة الاقتصادية ما عندك مشكلة أنه ما يدعم دوفي آتموس ولا فيه مدخل الـ HDMI E-Arc وأيضاً أنه بلاستيك بالمقابل تحصل على حزمة متكاملة هو الكمان لوجه لا 600 واط 5.1 بيس موجود حوارات مقابل السعر وأداء الصوت بشكل عام أيضاً مقبول وإمكانية دعمة بيوثب البلوتوث ما عندك جوالك ومن هذه الأمور أو من خلال USB فأنصح بالـ Sony S4T مقدم من قبل شركة الصراحة متخصف في مجالة الصوتية فأرشح هذا المنتج الصراحة أعطونا رأيكم في خلال تلقات شوفكم خير شاء الله مع السلامة